يعني زي ما كان مصطفى بيقول ساعة قليلة يمكن بكرة إن شاء الله هيبقى آخر يوم في معرض القاهرة الدولية للكتاب عايزين نعرف ما الشهد الإقبال السندي كانت عاملة إزاي وانعكاز ده على اقتناء الكتب بشكل عام في المعرض السندي الحقيقة قبل المعرض كان فيه تخوف من ارتفاع أسعار الكتب وهذا تخوف إنه ينعكس على عدد الزوار لكن مع الساعات الأولى للمعرض هذا التخوف تم تبديده تماما وده يرجع العدد من الأسباب إنه فيه جناحين الحقيقة عاملين شغلة هيئة جدا وفيه تخفضات كبيرة جدا جناح هيئة كسور الثقافة وجناح هيئة الكتاب الحقيقة كمان إن الجناحين مش متشابهين هم بيكملوا بعض بشكل أو بآخر يعني على سبيل المثال مثلا هيئة الكتاب التخفضات القبرى عندها على الكتب اللي هي الأديمة اللي هي لها سنوات مطبوعة لكن هيكسور الثقافة الحقيقة التخفضات على الكتب الجديدة اللي هي أقام إداءة 2013-2024 أنا من وجهة نظري أنه سر الإكبار الكبير على معرض الكتاب السندية 4 مليون هو الخطة المتكاملة اللي وضعاتها وزارة الثقافة اللي هي لا تقتصر فقط على تقديم العنوين إنما الأنشطة المختلفة اللي هي تتعمل عوامل جذب كبيرة جدا للأسرة المصرية هو فيه إضافة أنه الحقيقة جناح هيكسور الثقافة تحديدا يعني أنا بشوف فيه قدرة الدولة المصرية يعني بمعنى أن هذه الدولة رغم أي معاناة اقتصادية إلى أنها قادرة أنها توفر كتاب من أول جنيه لغاية فيه موسوعة مثلا كاملة عن المستشرقين ثلاث أجزاء فوق الألف صفحة بتقدمها بـ 65 جنيه الثلاث أجزاء وحصل إكبار شديدة عليها يعني هيكسور الثقافة طبع ألف نسخة بيع حتى هذه اللحظة من 200 إلى 900 نسخة ده بيأكد أنه الدولة المصرية تسير كدما في الفكرة الأساسية اللي هي فكرة بناء الإنسان بناء الإنسان يتطلب أنك مجموعة من الإشتراطات من أهمها أن يكون عندك مواد جاذبة للقراءة الحياة كتاب جاذبة للقراءة رغم كل التفاعلات مع السوشال ميديا وما إلى ذلك لكن لازال الكتاب الورقي لازال يحتفظ بمريكو خصوصا لما تقدمي عنوين جاذبة بأسعار مناسبة صحيح